يسعدني ويشرفني أيها الفضلاء أيها الفضليات أن ألقي على مساميكم الطيبة قصيدة بعنوان يا قارئ القرآن اقرأ وشنف بالضحى آذاني وانمش غاف القلب بالفرقاني ولسورة الإخلاص خلني أستقي من نبي الصافي عظيم معاني افتح مغالي قلف آد بآية الكرسي واجل العقل بالرحمن جلبي على آي الكتاب فإنني تعتاح نفسي في حمى القرآن كم ليلة أمسيت فيها ضائقا صدري أقاسي حيرتي وأعاني فأقوم للقرآن يؤنس وحشتي ويضيء ظلمة ليلتي وكياني هو صاحبي هو صاحبي إن عز حل صادق وسمير قلبي لو يضن زماني هو منهجي هو منهجي هو منهجي ألعم بنهج خطه رب العباد لأمة الإيمان فيه من الأحكام ماء طبقت في هذه الدنيا سمى الثقلاني نزل الأمين به على خير الورى مستفتحا بقر وخير بياني طرقت فؤاد المصطفى آياته فصف الجنان وقرة العيناني وسرى بمكة والقرى إعجازه فأضاء نور الوحي كل مكاني وتلاسم البلغاء رغم فصاحة كانت تميزهم عن الأقراني عجزوا بعياته على مر العصور بآية من محكم الإتقاني هذا كتاب الله هذا كتاب الله خير معلم في هذه الدنيا وخير لساني فتدبروا آياته واستوعبوا أحكامه واتلوه كل أواني فهو الشفاء لكل صدر ضائق والمرتقي بكرامة الإنسان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته